يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم من ألف حسنة ماذا قال يا رسول ألف كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح مئة تسبيحة والتسبيحة بعشر حسنة كم يصير ألف حسنة ترى هذه كلها أقل من دقيقتين مع الروحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعض الناس إذا جاء يسبح يا شيخ عقوب شيخ عقوب من السنغال دكتوراه يحضر الدكتوراه في السنة ماذا يقول بعض المستعجلي بالتسبيح تجد مصبع لو تريد تلحقه ما تستطيع والله أني أجلس بعض المرات بعينة بس أين التدبر والتأمل ومدح رب العالمين أنت الآن لو تريد أن تمدح مثلا الشيخ عبد الرحيم يا شيخ عبد الرحيم أنت رجل طيب أنت بم بلد يقول هذا من الحسداء لكن لو تأتي وتقول الشيخ عبد الرحيم أنت رجل طيب أنت حليم أنت كذا هذا يا إخواني والله هذا من حية للشيطان لإفطال العبادة أين حية من حية الإبنيس طيب وعندنا حديث أيضا في فضل التسبيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحار وإن كانت مثل زبد البحار وأيضا في حديث آخر في التسبيح بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثين تمام من أهل إله إلا الله والنتيجة يقول النبي ما خاب قائلهم نعم وحط خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ولو كانت مثل زبد البحر فهذه أحبابي بارك الله فيكم يعني من الأشياء التي ينبغي لنا أن نفطلها وسبحان الله عبادة التسبيح حتى في الجنة من يذكرها دعواهم فيها سبحانك الله وتحييتهم وإلى سلام آخر دعواهم فدعاؤهم في الجنة التسبيح والشسمة الملائكة شغلهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون